النهاردة كابتن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي له تصريح مهم من شوية وده يمكن يقفل الطريق شوية على الجدل والاجتهادات وإثارة الشائعات حوالين عقود اللعبين محمد عبد منعم مجرد من راجل لعب مطش وتاني مطش ومشاء الله عليه عبد منعم واحد من أفضل استردباكات اللي ظهروا في الكرة المصرية في السنوات الأخيرة بسرعة عايز يمشي عايز يجدد عقده جاي له عروض كتيرة بيفاضل بين هذه العروض حيمشي محمد عبد منعم ولا مش هيمشي وإيه حكاية العروض اللي جات له الحياة أمير توفيق قطع الشك باليقين بتصريح مهم على الموقع الرسمي للنادي وقال إنه محمد عبد منعم مدافع للفريق لم يتلقى أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية وكل ما يتردد بخصوصه في هذا الشأن كلام غير صحيح وقال أمير إنه اللعب بيقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبتأ أحد أهم الركائز الأساسية لخط دفاع الأهلي والمنتخب الوطني وبيزداد تألق من مباراة للتانية لأنه يشعر بالراحة والسعادة والاستقرار في النادي وبالتأدير والحب من جانب جماهير الأهلي وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات ده كلام أمير توفيق اللي قطع الشك باليقين في موضوع محمد عبد منعم وخدوا بالك يا جماعة أنت بتتكلم دلوقتي إحنا لسه يدوب في بداية أكتوبر يعني محدش هيقدر يتكلم في أي انتقالات في الغالب الانتقالات الشتوية بتبقى محدودة لأن كل الأندية بيبقى عندها ارتباطاتها وعندها التزاماتها فما بتستغنش بسهولة عن لعيب مهم فيها لكن إصارة كل هذه الأمور في التوقيت زي كده طبعا بيهز استقرار الفرق وبيشغل بالي اللعيبة عشان كده نتمنى أنه تصريح زي كده الناس عرفت فين الحقيقة على لسان مسؤول في النادي فخلاص ما هياش مجال للاجتهاد وأيضا ما هياش مادة لهز الاستقرار